على الجانب الآخر برشلونة نتكلم على فريق برشلونة يمكن بيقدم مستوىات ضعيفة جدا من خلال اللي ييجا من خلال التشامبينز ليج والنهارتا كمان كان فيه صدمة لجماهير برشلونة يعني جماهير برشلونة كانت على أمل يعني المركاتو الشتوي في خلال يناير اللي يجاي يكون فيه بعض الصفقات بعض اللعيبة بعض النجوم اللي ممكن تكون داعم بشكل كبير لفريق برشلونة زي ما بقول لحضراتكو لكن بيطلع النهاردة تصريح من مسؤولي برشلونة بيقولوا لا المركات الشتوي احنا مش محتاجين لعيبة ومش هيكون فيه صفقات كبيرة بشكل كبير للمركات الشتوي دا اعتقد كمان يعني شيء محزن لكل جماهير برشلونة بجانب كمان تصرحات رئيس النادي اللي قال ان كمان رونالد كومان ورغم طبعا الاخفاقات الكبيرة اللي بيعملها خلال المباريات اللي فاتت لكن بيبقى على طبعا وجود رونالد كومان على رأس الادارة الفنية في برشلونة طيب ترجمة نانسي قنقر